أنا غلط كان شين فاقت الوقت اللي كان خطبها ده يعني هي يا رب البيل اللي اختخت في أعرضه هو تكيس طلب معاك ناكد ولا ايه فيه ايه يا عم ايه اللي فكرك بالكلام ده ما تخلينا في الحلم اللي احنا فيه هو صاحبك سابنا اساسا وراح فيه فاقتك هي السبب عشان اتجوزتها باي سابيتني وتفصل اهو احنا اللي تنيلنا بنيلة عسلية هي اللي نفدت يا ترى اللي قابلت عسلية بتعاون معايز زي يا خبتك يا راشد بتفكر في ايه دلوقتي يا اخوة فكر في نفسك بتفكر في عسلية طب علي النعم انت لو خربت دلوقتي وشافوك لايق في شوك ويش نقوك يا ريت احسن الحالة ما تلزش قوي يعني بتعرف يا فتونة ايه يا اخوة كان عمري بتمنيت حاجة بجد وحصل اه عارفة بتلاقيك يا اخوة كان عليك ندر وانت صغير وما وفتوش ما بنت ما عندكش باب سال فاول عليكو انت تأخرت لي يا اخوة اه ما عليش تأخرت يا حبتين كنت بجبلك هدية يا رب تعجبك هدية اه هي مش موضة اول بس لو تلبست تحت الهدوم تقضي الغرة حلوة يا اخوة ايه رأيك حلوة محاوة وخوفوا عليها وان انا عملت اللالا عشان اجابها جنبي بتوقم تشهيلها باضرة يا بنادا مفعل ميلا هتجنم في دماغه وققا فست زي الأمر كده هاللاحها دومها من البابل الطاول وبعدين كلها تلات أربع ساعات وتوصل بالسلامة وتقفش التلات بواقي يعني أنا هسافر لوحدي مش حركة معقول عربية صح لا 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 أنا هالبس أنا البتاعة ده وقابلك في أي حتة الدهولك تقابلني فيني عم تحط في مكانك انت لو خطيت خطوة قاعدة هتتقفش وتروح في دهية اللي أقول لي بالصلاة عن النبي هي البتاعة دي فيها قد إيه بصي يا سيد الموديل ده فيه أربعين جيب كل جيب فيه كيز بخمسة وسبعين جرام يعني انت هيبقى حضنك تلاتة كيلو حلاوة تلاتة كيلو بودرة وعايز سديني تلات تلاف جنيه ليه هو كيلو البودرة في كاب ما تزغرأتي بالمرة وجبيننا البولينز فتوني أنا خايف عليك من المشوور ده يا عم انت بتتكلم فيه بقول لك تلات تلاف جنيه وليليه طيب ما اتكلم صاحبك بقول لك نزي هذا ده مبدأ عندي بعدين قومي البسيين ويدعي انه يجي على قدك يلا يا عمر بالصلاة عالنبي متفصل عليك بالملو بس تقيلو زي الداهية ومحدش يقدر يستحملو قولي بقى والنبي يا اخوه احكيلي المشوار واحدة واحدة كده هو احنا هنحكي في المحكي نكتب قولك في ورقة احسن جرق ايه فتوني لو مش هتقدر يقولي لي ليش هيفني غرق انا في عرق ايه ولا ركب يعملها بتخبط في بقى قديني نمرت الراجل بدع رمسيس عشان مش معاي هو اللي هيكلمي طيب لو ما توصل مدينة السلام اللي هيحصل التاكسي هيوصلك لحد الشقة هتطلعي دقيقتين تقلعي الجلي وتمزلي التاكسي هو هو هيجيبك للشقة عندي شقةين دي اللي هتطلعها تقلع فيها اللي هتستلم منك اسمها سيدة فتوني انا عايزك هدية وراسية الحكومة عادي ممكن تطلع على القطر ولا يهمك انت برنسيسة ومحجوز لك درجة أولى فتوني هتخلي بالك من نفسك يا اخوة هو انا رايح هحارب قطيع بلانيلة سلام عليكم سلام يا وحش يا رايح يا اونسي جدعي راجل يعني تشيل حبيب ايوا معلم اونسي تليفونها تقفل يا معلم القطر وصل في المعادة انا دخلت لحد رصيفه وشفته خليك في مكانك وما تبحرقش هكلمك تاني سلام عليكم البيت اتماسكت يا اونسي اتماسكتش انا سامع المكالمة مع الوهد تليفونها هتقفل قوي من وسط المحطة يعني الحكومة بس كتا اعلم لما يخرج عيش تخويش المرة دي طمعت في اللي شيلة يا رايح مستحيل فوتو ما تعملش كده فيه اتماسكت بيه اتماسكت بيه اتماسكت بيه اتماسكت بيه ماشي احنا ما عادنا اول الشهر ان شاء الله سلام يا عمو اعال في السلامة اقول لك يا عمو انسي هو اللي انت كلمته ده بيخدم فيه في مكتب المكافحة ذات نفسه سكة من اتنين يا راشد مالهومش تالت البيت دي طمعت في الحاجة وهي في القطر الشيطان وزها وقالت تخلصها مالكي نفسها السكة التانية تكون متفق مع البيت دي وعايزين تأكلوني اللي ما يتكلش لا واهد الله اللي في دماغك ده ما حصل ولو فتون هي اللي عملت كده يبقى ضربتنا على اننا احنا اللي بنيت مش مصدقك بس ماشي انت كده كده بتاعي لحد ما تأكد انك ما بيعتنيش للبيت دي وهجبها هجبها هجبها كيس واحد من اللي معاها يطلع ولما هجبها هي اللي جابتوا لنفسها بقى هعمل لها ايه ماشي انا مش هفكر غير لما تربع امرح عايزك تبارطع سلام يا برينس مرحوك ترجمة نانسي قنقر